الهجرة الجماعية الغير شرعية والغير سرية التي قام بها مجموعة من المغاربة من رجال شباب أطفال والنساء نحو أوروبا عبر معبر الفنيدق هات الصورة وهالفيديوهات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ما هي كتعكس فقط صورة المغرب الحقيقية وصورة ربع قرن من حكم الملك محمد السادس ومن بطشه هات الصور وهات الفيديوهات كي ضربوا بعرض الحائط سنوات من البروباقاند اللي قام بها النظام المخزني والمطبلين ديالوس وداخل المغرب سوى خارج المغرب اللي تقولوا بلي المغرب بلد ديمقراطي وعكستانيا إلى آخره هات الصور وهات الفيديوهات كي ضربوا بعرض الحائط هات البروباقاند المخزنية وكي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها الشعب المغربي في حكم الملك محمد السادس كاملين عارفين بالنظام المغربي لا تهموا صورةه لان كني بزاف دي الناس كلي بخطيج خارج المغرب المهم بالنسبة لي هو الحصول على المزيد من الاموال لكن مالك غير سلطة تبقى دربة قادية للنظام المغربي ركزوا معي في هذه الكلمات الاربع هجرة جماعية سرية معلنة كيف هي سرية وكيف هي معلنة في الوقت ذاته هذا ما قد نشاهده في المغرب ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب يدعون إلى الهجرة الجماعية من بلدهم المغرب من الفنادق في شمال المغرب إلى مدينة سبتة هذه إحدى الفيديوهات إذن هذه الفيديوهات تشجع الشباب والمراهقين على الهجرة الجماعية غير الشرعية والتي تنشط في الفترة الأخيرة بين الشباب المغربي إلى جبار الإسباني شباحة طبعا يسبحون لأن الضباب في تلك المنطقة في ساعات معينة وفي هذه الفترة من السنة يكون كثيفا ما يعتبر عاملا مساعدا لهذه الهجرة الانطلاق سيكون من هذه النقطة بالتحديد الفنادق الفنادق تقع هنا في شمال المغرب وتبعد خمسة كيلو مترات سباحة عن سبتة يعبر المهاجرون السياج الحدودي بين المدينتين لقت هذه الفيديوهات إقبالا لدى فئة من الشباب والذين ركبوا المغامرة قرروا تقاسم تدوينة الهجرة السرية في الخمسة عشر أو الخامس عشر من يوليو سبتمبر الحالي يعني اليوم تعاملت الشرطة المغربية مع هذه الدعوات بجدية تامة أرسلت تعزيزات أمنية ومعدات متطورة إلى شرط الساحلي المنتد بين الفنادق وسبتة وللتصدي لمحاولات الهجرة الجماعية غير الشرعية ثم فرضت رقابة على جميع سيارات الأجرة المتجهة نحو مدينة الفنادق وبدأت أيضا مدينة سبتة من جهتها تشهد زيادة في وجود الحرس المدني الإسباني وسط حالة من الترقب الحذري في المدينة الشرطة توجهت أيضا إلى المنصات الرقامية كافعت المحاويات التحريضية مع مليات جرت بكل منطنجة وتطوان اعتقلت شابا يبلغ من العمر عشرين عاما من منطقة دار بوعزة في نواحي دار البيضاء اعتقلت أيضا ستين مواطنا مغربيا في عشر مدن مختلفة بتهمة التحريض عبر الإنترنت وفركت ونشر الأخبار الزائفة تعليقات كثيرة كانت حول هذه الدعوات وهذه الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل بالإضافة إلى رد فعل الحكومة المغربية والشرطة الحاج الياس يقول لك ما الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى المجزفة بحياتهم ومستقبلهم هل هي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المغرب أم هناك عوامل أخرى سياسية أو اجتماعية تدفعهم إلى اتخاذ هذا القرار سيد البوفراح يقول لك حتى لو افترضنا تمكنوا من الذهاب إلى الضفة الأخرى سباحة أو سيرا هل سيجدون من يستقبلهم بالأحضان هناك البقاء للأقوى إذا كان الوافد ابن داريهم سيعاني القوية أكل الضعيف سبتة ومن لا يعرفها مدينة صغيرة ومحينها كبار حط للجميع تحسين دي مسعود قال لو كانوا يتحركوا باش يحلوا المشاكل بهذه السرعة اللي يتحركوا بها باش يمنعوا الشباب يديروا هذا الشيء كون راه وصلنا لواحد المرتبة مزيانة ولكن مع الأسف ابن العزيز قال سلوكيات ناتجة عن دعوات مشبوهة مغريضة تغرر بالقاصرين وتنشر معطاية خاضعة لتعريض سلامتهم للأذية ويجب على المنابر الإعلامية التوجيه والتنبيه حفاظا على سلامة الجميع آخر تغريدة من فاتي فاطيمة دوما منقولها الضغط يولد الانفجار شباب حامل الشهادات بين شبح البطالة وغلاء الأسعار وتدني الخدمات العمومية من صحة وتعليم رغم أن البلاد تنعم بثروات هائلة المحاكم المغربية على فكرة تجرم فعل التحريض بالسجن النافذ تعاقب أيضا كل من يغادر التراب المغربي بصفة سرية بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر بالمقابل الإسبان أيضا القانون الإسباني يجرم هجرة القاصرين كما البالغين بطريقة غير قانونية ويعاقب المهرب أو المحرض ومن كان معهما خلال ارتكاب هذا الفعل بين أربع سنوات سجن إلى ثماني سنوات مئات المغاربة حزموا أنتعاتهم وتهيأوا للهجرة وترك البلاد ولكن في الوقت ذاته كانت قوى الأمن تحزم عدتها وتتجهز لردعهم وصد محاولة الهجرة غير الشرعية تلك فأولئك مشاهدين كانوا قد تناقلوا على مواقع التواصل تفاصيل اليوم المنشود لانطلاقهم في رحلة الهجرة تلك من المغرب إلى إسبانيا عبر سبتة لتتحول الهجرة السرية إلى هجرة علنية شو خطر على بالهم الله أعلم ولكن من وراء السوشيل ميديا باءت خططهم بالفشل فقد انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات وصور ترصد توافد عدد كبير من الشباب إلى المناطق الحدودية في سبيل الهجرة الجماعية تلك أتى ذلك بعد أن انتشرت تدوينات ومنشورات دعت للعبور إلى أوروبا في الخامسة عشر من سبتمبر أيلول وبالفعل وصل عدد من الشباب غالبيتهم من الجنسية المغربية كانوا قد احتشدوا في مدينة الفنيدق المتاخمة لسبتة إلا أن السلطات منعتهم من العبور وأحبطت محاولتهم وألقت القبضة على عدد من الأشخاص بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية ووعد الناس بحياة أفضل في أوروبا كانت السلطات المغربية قد رصدت عدة دعوات على مواقع التواصل خاصة فيسبوك وتيك توك تهدف إلى تحريض الشباب على التسلل من سبتة عبر اقتحام السياج الحدودي على الحدود بين مدينة الناظور شمال شرق المغرب أمليلية وكانت السلطات الأمنية المغربية قد استنفرت في منطقتين الفنيدق وبنيونش بالقرب من معبر مليلية وصدعت الشرطة مشاهدين ووقف الشباب الذين حاولوا الدخول التدريجي عبر السباحة بالإضافة إلى محاولة تسلق السياج ورشق أمن الحدود بالحجارة عملية عبور الحدود أحبطت وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في المغرب في وصفه للعمليات الأمنية إن السلطات تعمل بشكل استباقي عن طريق وضع سدود قضائية في الطرقات المؤدية لشمال المغرب وتم نقل المئات من الراغبين في الهجرة السرية بعيدا عن الفنيدق نجاح للسلطات في عمليتها لردع المهاجرين وفشل للسلطات نفسها في ثاني الراغبين بالهجرة عن رغبتهم وإبطال أسباب هجرتهم بالأساس هكذا وصف مغاربة ما حصل بعد انتشار الأخبار عن إحباط خطة الهجرة الجماعية غير الشرعية السرية العلنية تلك إذا انتقدت مشاهدين مواقع وأصوات مغربية رئيس الوزراء عزيز إخنوش الذي كان في حفل افتتاح جامعة شبيبة التجمع الوطني للأحرار في أقادير وما تخلل ذلك من رقص وصخب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشباب المغربي والتي أدت إلى تنامي دعوات الهجرة الجماعية للشباب والمراهقين من البلاد طيب إليكم عينة من تعليقات مواقع التواصل كما يقول ها 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 ولماذا الصفحة لم تذكر أن هؤلاء المهاجرين منهم ليبيون وتوانسا وجزائريون ولبنانيون وسوريون وفلسطينيون ويمنيون وسودانيون وأفرقة جنوب الصحراء وآسيا أما أكرم فيقول ألم يقول المراكشيون أن بلدهم أو أن بلدهم هو سويسرا العرب لماذا الهروب بعنف؟ هل سيموا من حياة الرفاهية والغنى؟ عز الدين يقول على موقع X أولا سبت المحتلة ماشي إسبانية ثانيا المهاجرين ليسوا مغاربة فقط بل من أفريقيا جنوب الصحراء ومن تونس وسوريا والسودان والجزائر يا حسرة بلاد الغاز والبترول تدوينة رابعة من طارق يقول هروب جماعي من البلاد لأسباب يعلمها القاصي والداني علما أن البلد لا هي في حرب ولا ضربتها كوارث طبيعية ويبقى السؤال لماذا يا ترى؟ الفساد والمحسوبية والباك صاحبي من الكروش المنتفخة ينهش البلاد والعباد تدوينة أخيرة من محمد بودان يقول لم أفهم تقولون تدفق الشباب بسبب الرسائل ولا تقولون الحقيقة بأن البطالة والظلم والقاهر والاضطهاد والمستقبل الغامض للشباب هو السبب الحقيقي مشاهدين في سبيل التصدي للهجرة قام المغرب بتعزيز التعاون طبعا الهجرة غير الشرعية بتعزيز التعاون مع إسبانيا لردعي الهجرة غير النظامية تلك وأعلنت وزارة الداخلية المغربية إحباط أكثر من 75 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال العام 2023 وحده